الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الثاني والعشرين من أبريل تطورات همة وخطيرة القوات الروسية تواصل عمليات متسارعة تقدم مستمر في اتجاه محور دانياتسك وقطاع أفدايفكا إضافة لكل ذلك هناك ضربة قوية كانت القوات الروسية سننظر إلى معانيها في هذا الفيديو أحبائي الرجاء متابعة الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا الانضمام إلى القناة ورجاء فعلوا جرس التنبيهات حين تنضمونا إلى القناة والرجاء مشاركة الفيديو على أوسع نطاق ليصل لجميع أصدقائكم سنبدأ مباشرة باتجاه أوشيرتيني حيث حققت القوات الروسية تقدما كبيرا استطاعت من خلاله السيطرة على كامل الضاحية الجنوبية لأوشيرتيني تقدمت القوات الروسية يمكن قول اللواء 30 واللواء 15 الروسيين طبعا اللواء 15 معروف باسم الفرسان السود تقدموا باتجاه الضاحية الجنوبية ثبتوا نقاط سيطرة بعد السيطرة الكاملة عليها إضافة إلى ذلك عاودوا العجمات باتجاه وسط أوشيرتيني حيث كان هناك منوشات وبعد معارك حققت القوات الروسية تقدما إضافيا فيها إذن القوات الروسية تقدمت بعمق 942 مترا وبعرض أقصى 247 مترا واستطاعت السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري سنتحدث قليلا عن موضوع أوشيرتيني بداية انسحب اللواء 115 الأوكراني من هذه البلدة فرع نصيره وبالتالي بقت مجموعات من اللواء الثالث والعشرين والكتيبة 425 تم استقدام مجموعات من اللواء 47 الأوكراني من بيرديتشي كذلك تم استقدام مجموعات من اللواء الثالث أزوف باتجاه أوشيرتيني ولكن لم أتأكد من هذه المعلومة طبعا يحاولون التمسك قدر الإمكان بأوشيرتيني وعدم التخلي عنها ولكن القوات الروسية تهاجم موطيرة سريعة طبعا قد يكون هناك أي معلومات إضافية حتى الصباح أو قد يكون هناك أي معلومات إضافية بعد أن أنشر الفيديو لذلك العملية سريعة جدا ولكن حتى لحظة إعداد الفيديو القوات الروسية تثبت نقاط سيطرة لها في كامل هذه المساحة وتخوض اشتباكات عنيفة باتجاه كافة معاقع القوات الأوكرانية في أوشيرتيني على هذا النحو طبعا سيطرت القوات الروسية على أوشيرتيني مهمة جدا في حال تمكنت من ذلك للضغط على المجموعات الأوكرانية وكما أشرنا في وقت سابق لتقدم القوات الروسية والالتفاف على الخط الدفاع الأوكراني للوصول باتجاه بوكروفاسك وبقية المناطق إضافة إلى ذلك هي مهمة جدا باتجاه الجهة الشرقية والضغط على القوات الأوكرانية في اتجاه نوفو كالينوفي وكيراميك إذن القوات الأوكرانية موجودة هنا تحاول التمسك بها قدر الإمكان وقوات الروسية تسعى جاهدة للسيطرة عليها إضافة إلى ذلك بات بإمكان القوات الروسية بشكل قوي الضغط باتجاه نوفو باخموتيفكا من أدة اتجاهات وكذلك الضغط باتجاه هذه القرية هنا كما تشاهدون وبالتالي السيطرة على الضحية الجنوبية توفر فرص كثيرة للقوات الروسية للتقدم نحو كرة أوكرانية إذا تسيطر عليها القوات الأوكرانية وبالتالي سننتظر معركة جديدة طبعا تلاحظون هذا الخط الأصفر هو خط إمداد للقوات الأوكرانية خط دفاع ثاني للقوات الأوكرانية تحاول القوات الأوكرانية التمثل به لتأخير تقدم القوات الروسية لذلك لاحظوا جيدا بالسيطرة الروسية على الضحية الجنوبية لأوشيرتيني وفي حال سيطروا عليها بشكل كبير تستطيع القوات الروسية الضغط باتجاه من الجهة الشمالية والضغط من الجهة الجنوبية انطلاقا من أومانسكي وبقية المناطق في حال استطاعت القوات الروسية السيطر عليها وبالتالي ستصبح القوات الأوكرانية الموجودة هنا ضمن طوق ربما هذا ما يهدف إليه الروس ولكن لا أحد يعلم ما هي خطتهم ولكن ننتظر ما الذي سيحصل على الوقت سيكشف كل ذلك فيما يتعلق باتجاهه بيرفومايسكي استطاعت الوحدات الروسية صباحا السيطر على منطقة كبيرة في هذا الاتجاه كما تشاهدون ومع ساعات المساء استطاعت التقدم بعمق نحو 400 متر إضافية على امتداد ثلاثة كيلومترات والسيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري وبالتالي كما كنت أقول لكم دوما القوات الروسية تحاول التقدم بشكل متوازن ومستقيم باتجاه الأمام ولذلك تسعى جاهدة للسيطرة على كافة هذه المواقع والمناطق للضغط على القوات الأوكرانية وتشتيت القوة الأوكرانية فبدأ أن تتمركز القوة الأوكرانية في اتجاه نيتايلوفي بشكل كبير وتتصدى للهجمات الروسية منذ سيطرة القوات الروسية على فوديان وبيرفومايسكي تحاول القوات الروسية تشتيت المجموعات الأوكرانية والضغط عليها بشكل إضافي على طول هذه المنطقة وبالتالي هذا يساعد القوات الروسية بموضوع التقدم بشكل أسهل فيما يتعلق باتجاه كراسنوريفكا فطبعا هنا حققت القوات الروسية بعد جمود في خريطة السيطرة لأدة أيام حققت تقدما في هذه المنطقة في الأجزاء الشرقية تقدمت القوات الروسية بعمق نحو خمسمائة متر وبعرض نحو واحد كيلومتر وسيطرت على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون القوات الروسية تقوم بعمليات قدم كبيرة للمناطق أو الأحياء والشوارع في كراسنوريفكا تحاول السيطرة على منطقة تلو الأخرى باتت يمكن قول الحي الجنوبي تحت السيطرة الروسية بعض الأجزاء الجنوبية الشرقية تحت السيطرة الروسية أيضا القوات الروسية منتقدمة باتجاه الوسط وتبقت هذه المساحة كلها تحت السيطرة الأوكرانية طبعا يحاول الأوكران بإرسال تعزيزات إلى كراسنوريفكا الصمود قدر الإمكان هي المدينة يمكن قول الأخيرة الكبيرة في محيط مدينة دانياتسك مباشرة كما تلاحظون وبالتالي تسعى جاهدة للاحتفاظ بها كي لا يكون كامل هذا الخط أصبح تحت السيطرة الروسية تلاحظون لون الأحمر الداكن واللون الأحمر الآخر بقيت هذه المنطقة وحيدة لا تخضع للسيطرة الروسية لذلك تعمل جاهدة القوات الروسية للتقدم إليها والسيطرة عليها لذلك ننتظر ما الذي سيحصل إضافة لكل ذلك تستمر القوات الروسية بعد السيطرة الكاملة على نوفموخيليفكا بعمليات هجومية باتجاه بارسكوفيفكا وبالتالي ننتظر إن كانت ستصمد القوات الأوكرانية هنا أم ستنسحب وتتراجع وتتخذ من كوستانتينيفكا طبعا خطا دفاعيا آخر يمكن تكون بعمليات تجميع للقوات في هذه المنطقة لا أحد يعلم ما هي الخطة أما في متعلق باتجاه جنوبي المحور باتجاه سوروتكي تحاول القوات الروسية الاستمرار بعملياتها العسكرية الضغط على القوات الأوكرانية الموجودة هنا والتقدم والسيطرة لملء الفراغ هذا بشكل كامل يمكن قول السيطرة عليه بشكل كامل والتقدم لاحقا باتجاه طريق الإمداد الذي يربط أغليدار ببقية المناطق الأوكرانية إذن أحاول كبرى من القوات الروسية للتقدم والسيطرة في كامل هذا الاتجاه في محيط مدينة دانيازك فيما يتعلق باتجاه بحمد تستمر المواجهات ولكن شمال القطاع كانت ترد المعلومات حول دخول القوات الروسية إلى الجزء الجنوبي من روسدوريفكا ولكن ننتظر مزيد من التأكيدات لا يمكنني حتى لحظة الحصول على معلومات ولكن ننتظر حتى الصباح ونتأكد من ذلك فيما يتعلق باتجاه شازيفيار تستمر المواجهات بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية لذلك لننتظر أيضا ما الذي سيحصل طبعا زادت المناطق الرمادية كما أشرت لكم في الفيديو صباحا فيما يتعلق باتجاه خاركيف قامت القوات الروسية باستهداف برج الإزاعة والتلفزيون في خاركيف تم تدميرهم بضربة نوعية للقوات الروسية كان يتم وضع عليه معدات خاصة بموضوع الدفاع الجوي الأوكراني وبالتالي سيكون هناك ربما نوع من الضرر للدفاع الجوي الأوكراني فلننتظر كيف سيستغل الروس هذا الضرر باستهداف خاركيف وبعملياتهم باتجاه خاركيف ولكن يبقى السؤال الأهم هل هذا مؤشر لبدء عملية باتجاه خاركيف وصومي مؤشر آخر القوات الهندسية الروسية كانت تقوم بفتح بعض المعابر والممرات الحدودية التي سبق وجرى تلغيمها وتحصينها وبناء دفاعات بها لذلك هذا مؤشر آخر ننتظر مزيدا من المؤشرات طبعا ننتظر ما الذي يمكن أن يحصل حتى ذاك الحين سأستمر بمتابعة المعارك مع حضرتكم أنقل الحقيقة لكم لذلك رجاء ساعدوني دوما على مشاركة الفيديوهات طبعا مشاهدتها حتى النهاية كي تستفيدوا منها أيضا ولا تنسوا دوما تفعيل جرس التنبيهات وطبعا أحبائي أتمنى من حضرتكم أن لا تنسوا الدعم المادي لهذه القناة هذه القناة مستمرة بدعمكم ماديا التفاصيل موجودة بالوصف الخاص بالفيديو ويمكنكم بسؤالي في التعليقات حول كيفية الدعم المادي لهذه القناة الرجاء التأكد أنكم أنصر هام وأنصر أساسي في هذه القناة ومن نجاحها ولذلك أشكركم دوما على كامل محبتكم وثقتكم ودعمكم وقتكم الثمين لمشاهدة الفيديوهات وإلى اللقاء بفيديو آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر